ألفاني يا إبراهيم مما حققت الزهد في الدنيا؟ ألفاني قال بثلاثة أشياء رأيت القبر موحشاً ولا أجد مؤنساً رأيت القبر موحشاً ولا أجد مؤنساً ألفاني فكر في حالك حين انقطع النور كهرباء ويحيط الظلام بك من كل ناحية وأنت في حجرتك في بيتك وحدك رأيت القبر موحشاً ولا أجد مؤنساً ورأيت الطريق طويلاً ولم أحمل الزاد ورأيت جبار السماوات والأرض قاضياً يوم القيامة وليس معي حجة ولا أجد من يدافع عنه ورأيت جبار السماوات والأرض قاضياً يوم القيامة ولا أملك حجة ولا أملك من يدافع عنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ورأيت جبار السماوات ولا أرضي بسقن رزقن من يشاء ويقدر اشتركوا في القناة